مش في مصر فقط دكتور 20 سنة تقريباً ما بين النمسا ودول الخليج وباكستان وأفغانستان يعني الدكتور من المجاهدين الحمد لله وحنا سعداء أن الخبرات المصرية بدأت ترجع تاني مصر وتستقر لها محتاجين كل الخبرات دي أكيداً صحيح مية في مية دكتور بالنسبة بعد انقطاع موضوع التامس عند السيدات ايه أهم الحاجات اللي حب تنصح بها أو الحاجات اللي برضو اللي حدك بتقابلها طبعاً من الحاجات شائعة جداً ونتيجة نقص الهرمونات في هذه المرحلة أنه هشاشت الأزام أو بنسميه ترقق الأزام خطورته حاجتين خطورته أن خلف الفقرات الموت فقري الحبل الشوكي والعصاب إذن ما هو الشيء هاين زي أي كاس الكسور كلها مهمة طبعاً ونرعية ولكن في العمود الفقري بتبقى خطورتها مباشرة ممكن تضغط العصاب الخطورة الثانية أن بتحدث بدون أنها شعر بها أو تشعر بها السيدة ولازم بنطلق عليها اللص الصامت أو سيلن ثيف ليه؟ لأنه بيحدث انضغاط الفقرات على مدى فترة بدون الشعور بها على الإطلاق وده اللي بيخلي كتير جداً من السيدات بيروحوا بانتظام أو يجب في الخير أنه بانتظام كل ستة شهر إلى سنة بالكتير بنعمل اختبار هشاشة العظام أو ترقق العظام قياس الهرمونات بالدم زي الكالسيم والفوسفيرات والكلامفوسفيريز وهو الهرمون اللي بيؤدي إلى دخول الكالسيم إلى الجسم إلى داخل العظام الحركة والنشاط مهم جداً لأن كتير من السيدات تتصور أنا باكل طول الوقت بيضو جبنة ولبن وزبادي وعندي ترقق فيه أشياء لابد أن تحدث مع السنة يعني وهن العظام وشريب الشعر والتجعيد دي أشياء آه بعض الأطباء ممكن يتغلب على أشياء منها ولكن ترقق العظام من الأشياء التي وجد أشياء تمنعها أو علاجات تمنعها ولكن لا تعود بها إلى سن الشباب ده شيء حكمة إلى هي إلى هي ربنا صحيح وانتعالى إذن لابد منعاً لتدهور الأمور الكشف المستمر أو الفحص الدوري ثم تناول الأغذية المتكاملة والقيام بالرياضة لأن زي ما قلنا الحركة هي اللي بتؤدي لجران الدم في الجسم طعم عمبواجي نعم ودخول الكالسيوم عن طريق بعض الهرمونات إلى العظام إنما لو نمنا في سيدي وخدنا كل هذه الأمور لا تجدي شيء فنصيحة ماما للسيدات بعد هذا العمر مش بس على الفحص الدوري عشان العظام فقط ولكن التغيرات الهرمونية بتؤدي إلى أشياء كتير جداً اكتشافها المبكر مهم جداً كوقاية زي الأورام اللي في جميع الجسم واللي هي شهيرة في هذه السن لأسباب عديدة منها عدم رضاعة الأطفال للمدة الكاملة عدم الزواج أو عدم الحاملة وخلافه إذن الفحص الدوري العام هي النصيحة الكبيرة وقياسها شهيرة العظام المخصصة بالنسبة للسيدات طيب حضرتك بقى بالنسبة للسيدات كبيرة السن خالص المخلص بقى دوات يوصلين لسن كبير حالياً وفاتهم بقى موضوع الفحصات والحاجات دي كلها هل ليهم دلوقتي نصايح ممكن يعملوها في البيت نتعرف بمعظمهم أهدين مش عارفين هل في نصايح ممكن تمارين صغيرة وبسيطة يعملوها في البيت ممكن تساعد شوية على تخفيف الألم عليهم كلام مهم جداً فعلاً لأنه البيت بواجهة نعم حتى نظامه مهم جداً يبقى يراعى فيه كبرى السن بمعنى أنه لازم ناخد عدم كثرة الأغراض في البيت عشان نتجنب الاستضام بها السجاجيد أو الأمور المحطوطة في الأرض لازم تكون مستوي عشان ما يحصلش يقع لأن أي إصابة بسيطة حتى كتير وده معروف بسبب تركخ الأزام إنه بيرفع رجله أو بترفع رجلها حصل كسر في الحض لأنه أضم هش تماماً زي السجاج أو الإصابة طبعاً لقوع على الفاخد وخلافه ممكن يؤدي الإصابة طبعاً تجنب كل الحاجات اللي قلنا عليها في سن الشباب أولى بقى في هذا السن لانحناء الشديد لفل وسط حمل الأوزان بصورة خاطئة دفع الأشياء بالإيد يعني بيحتاجوا إلى مساعدة في هذا السن الحركة باستمرار ودهي بنركز عليه لسبب إنه كتير من ناس أو الزوار بيقول لي أنا رغم أني قاعد مسترحة طول يوم بحس بقلم ده مؤسف إنه القاعدة المسترحة دي مش مطلوب نتمشي نمشي المشي الرياضي الصحي مش نتمشي في التسوق أو في البيت إذن المشي دي من الحاجات الهمة جداً تناول الأغذية الصحية بصورة سليمة والفحص الدوري من الأشياء الهمة قوي قوي طيب برضو عشان تخطر نطمن الناس أكتر بالنسبة لبقى للسجدات اللي عندهم أطفال صغرين طيب عشان برضو بقى الحلقة يعني متكاملة من كل الزوايا الأمهات هل ليهم دور من دلوقت إنهم يقدروا يحافظوا على الطفل هو صغير إنه هو يتلاشى مشاكل العمود الفقري من خلال إنه هو يتعود على بعض الحاجات المعينة أو يعني تصرفات معينة حتى هو راح لمدرسة حتى بنسمع ساعات الشنطة اللي بتبقى على الظاهر دي هل في توعية برضو في الجزئية دي هتساعد إن الطفل من صغره يطلع واخد على نظام معين لو هل عايزين نتكلم في أجيال جديدة حتى الأجيال الموجودة خلاص يعني صحيح ربنا بقى رئيس دي هكده صحيح لكن الأطفال اللي جايين هو حركة قلت يمكن فعلا أهم نقطة اللي حركة تقولها الجيل الجديد بقى يعني إنه نبتدي صح بقى في كله الحقيقة زي ما بنبني عقله وبنبني فكره وبنبني ثقافته بواجهة نعم ثقافته الصحية بقى تلعب دور أساسي طبعا بنوجههم من السن الصغير أولا نلاحظ جسمه ودي نقطة مهمة لأن في بعض الأشياء طبعا الخلقية بتظهر عند الولادة ولكن بعض الأشياء تظهر وبتفرق من أسرة للأخرى إزاي الأم لأنها أقرى بعدها صلة بالأطفال بتشوفه أثناء الحمام أو بتشوفه بنتها بتلاحظ إنحناء في العمود فقري حتى لو طفيف طبعا بيفرق جدا أنها راحت للدكتور في وضع في وقت قبل اجتمال بلوغ أو لأ طريقة حمل الجلسة بصورة سليمة ما هتقول لها النصحة لقلنا لها طريقة حمل الأوزان كذلك الشنطة المدرسية بدل ما تحملها على الدارة تجرها بالعجل وده في الخارج بعينهم ما تشيلش مش لازم تاخد المنهة كله يعني راح جاية بممارسة الرياضة الرياضة يعني لو قدرت أن أنا أجبر أو أن أرغم أو أنصح طبعا أنه كل شخص يبدأ بتعليم مولاده الرياضة من السن الصغير وأسهلة على الإطلاق ما فيش أسهل من المشي أظن والسباحة كذلك لأنه السباحة من أجمل وأحسن أشياء اللي بالنسبة لي جميع عضلات الجسم بما فيها العمود الفقري مع الملاحظة المستمرة طبعا الغذاء المتكامل ده دور الأم كذلك إنها تدي الطفل مقمش أنا أبأكله عشان أغذيه إنما أبأكله عشان أبني جسمه بصورة سليمة إذن بنائه صحيا مؤكد أنه ليه دور كبير جدا في بنائه عقليا بتعليمه الرياضة الحفاظ على وضعيته في الجلوس وخلافه ده من أهم الأشياء والأم طبعا هي المدرسة يعني اللي بيطلع منها الأجيال الجديدة فلما نوجي لها هي هذه التعليمات إن شاء الله أملنا كله في جيل جديد نطلع جيل صحيح وسليم ويعبر على المصري الأصيل من قدم الله إن شاء الله إحنا إن شاء الله برضو التعليمات دي كلها هنتابع بالتفصيل معاكم كلهم خميس هنشتغل على التعليمات دي بشكل مهم لأن حلقاتنا بصراحة وبرامجنا إحنا مهتمين جدا بفكرة التوعية مع دكتور محمد هو مهتم ودي يعني حاجة جميلة عند الدكتور محمد إنه عنده هم كبير إنه عاوز يخدم مصر من خلال التوعية لأن التوعية أعتقد جزء كبير جدا من العلاج إن أنا أكون فاهم المرض اللي عندي إزاي بيجي أحس بإزاي إزاي يتعامل معا طبعا فقارك تانين الرقم موجود على الشيء اللي عاوز يتواصل مع الدكتور بعد الحلقة الدكتور محمد اللي عايزين نختم حلقتنا في كلمتين كده صورين للمشاهدين نقول لهم إنهاردة ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله بنقول إن شاء الله أنه بواجه نعام أهم شيء أنا يعني بعتبره صلة قوية جدا ما بين اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في وضع الإنسان المليء بالعزة والكرامة في استقامة دهره ورفع رقبته إن أنا دايما أقول لها شيء المريض شد دهرك ورفع رقصك يعني شيء بسيط بنعمله ولكن هو ده صحيح الحقيقة بالنسبة للدهر رقبة إذن البوستشر أو سلوب الحياة خلينا إن شاء الله كلنا نشترك إنه نغير السلوب الحياة بما فيه طريق جلستنا إيه اللي بنعمله في حياتنا طبعا لما بفيه ثقة وأمل في المستقبل والواحد شايف والحمد ده أمل كبير في عيون الشباب وكل الأجيال إنه بنساعد بعضنا على إن نبني من جديد الإنسان المصري وأنا بمشاركة معدودة جدا باللي ربنا أعطاهوني هأعطي التعليمات أو مش هقول التعليمات إنه بعض النصائح البسيطة اللي أتمنى كل مصري يبقى يميزه حتى عن غيره من شعوب الأرض إن شاء الله إن شاء الله في نهاية حياتنا نشكرها جدا بطور وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله الحلقة اللي جاية الأسبوع القادم إن شاء الله مش هدينا في كل مكان بشكركم على حسن المتابعة إن شاء الله استنونا الخميس القادم في نفس الموعد وحلقة جديدة مع دكتور محمد رشيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن اللمعان هتتأكدي إن الحلل مصنوعة من الأليمنيوم النقي 100% وعلشان كده بيتحمل أعلى درجات الحرارة طقم الشورمة التلاتاشر حلة ما بيتفعلش مع الأطعمة وعلشان كده أكلك هيكون صحي 100% عرض الأليمنيوم الشورمة التلاتاشر حلة مأسات مختلفة أربعين تمانية وتلاتين ستة وتلاتين أربعة وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتين تمانية وعشرين ستة وعشرين أربعة وعشرين اتنين وعشرين عشرين تمنتاشر ستاشر عرض الأليمنيوم الشورمة التلاتاشر حلة بكل المميزات والمفاجأة الأكبر السعر حكاية مش بس كده اختاري هديتك من 6 هدايا طقم الميلمين 51 قطعة واللي بتكون من 6 أطباق كبيرة للرز 6 أطباق وسط للرز 6 أطباق صغيرة للرز 6 أطباق للخضار 2 سرفيز مدور 2 سرفيز بيضاوي كبير 2 سرفيز بيضاوي وسط 6 بولا للشربة كبيرة واختاري من باقي الهدايا 2 صنية 2 طبلية 1 لحاف وخلاط 3 في 1 دفاية اتصلي على الحياة على 0-2-37-990-330 عرضنا 13 حلة بمأسات مختلفة من 16 ل40 سنطي وكل حلة مصنوعة من الألومنيوم النقي 100% ومن اللمعان هتتأكدي ان الحلل مصنوعة من الألومنيوم النقي 100% وعلشان كده بيتحمل أعلى درجات الحرارة طقم الشورمة التلاتاشر حلة ما بيتفعلش مع